بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة بناتي الطالبات الصف الثالث النهاردة هناخد لسن نمبر 3 4 5 لسن نمبر 3 تحت عنوان From the Desert to Androkatika من الصحراء إلى القطب الشمالي طبعا في Androkatika طبعا ده عبارة عن بتستمعوا إلى الأوديو بتبدأوا تحلوا الأسئلة أو بتبدأوا تشوفوا المعلومات الموجودة معاكم في الصورتين دول دي صورة عن الصحراء وصورة عن القطب الجنوبي أو الشمالي Talk about what you know تكلم عن ماذا تعرف Use the pictures Talk about what you already know بتعرف إيه عموما حتى لو ما سمعتش عن الصحراء وبتعرف إيه عن القطب الجنوبي What do you already know before you listen قبل أن تبدأ في استماع إلى الأوديو بتاعك It makes listening easier بيخليك أن تستمع وتفهم بطريقة أسهل طيب لو عنا إحنا مش معانا الأوديو طيب إحنا دلوقتي عندنا المطلوب مننا يا حبيبي هنعمل اتنين براغراف عن الصحراء واحد والتاني عن القطب الجنوبي من حيث إيه طبعا أول شيء من حيث المكان بتوصف المكان درجة الحرارة إيه الحيوانات اللي ممكن تعيش في الصحراء النماتات اللي ممكن تعيش في الصحراء الجو الطقس عامل إزاي تمام يعني إحنا ممكن نعملها زي مقارنة وبعدين نعمل براغراف تاني عن الأنتر كاتجة طبعا المكان بتوصف المكان من حيث الطقس درجة الحرارة الحيوانات اللي ممكن تعيش وعلى ماذا تتغزى هذه الحيوانات تمام كده هعمل لكم المقارنة دي وهنزلها لكم على الجنوب بإذن الرحمن طيب هو من ديك بوكس من الكلمات تساعدك في الاستخدام طبعا the animals طبعا زي ما قلت لكم the animals اللي بتعيش في المكانين the ice اللي هو the food الطعام the weather الطقس تمام الأربع كلمات دولي كمفاتيح للتدارة طيب هنجي بقى دي القاعدة المهمة بتاعتي اللي موجودة عندي في lesson number 3 اللي هو كيفية استخدام أدوات الاستفهام how many we كمان what we which حبيب قلبي إحنا أخدنا قبل كده أدوات الاستفهام هنأخدها بقى تاني مع بعض الأدوات الاستفهام اللي بتبدأ ب wh عندي كلمة what ماذا بمعنى ماذا وبتستخدم وبتستخدم عند السؤال عن things الأشياء طبعا الأشياء الغير عاخلة تمام استفسار لما بقى عايزة أعرف معلومة عن أشياء تمام information about things طيب who بمعنى من ده أنا بستخدمه مع الأشخاص العاقل لما أسأل عن الأشخاص أوكي عندي which which دي للاختيار لما أحب أخيارك عن شيء which أنا بأخيار أي الحيوانات تحفضلها تمام هنا أيهما ودائما تيجي for choice للاختيار تمام عندي كمان إيه عندي win بمعنى متى متى لما بسأل عن time الزمن وتكون الإجابة دائما بوقت سواء وقت ساعة سواء بالأيام سواء بالشغور كل ما يندل تحت كلمة الزمن عندي where where بمعنى أين وده طبعا السؤال استفسار عن places الأماكن بتكون دايما الإجابة مكان تمام كده وعندي حبيب قلبي how many طبعا ديت مش طبعا الwh وعندي how much how many عند السؤال عن العدد تمام لما حب أسأل عن العدد numbers عن الأشياء how many تكون الإجابة ذكرى عدد رقم how much الكمية عند السؤال عن الكمية ما عدا استثناء واحد اللي هو how much does it cost لما أسأل عن تكلفة سعر الشيء بأيخد فيها how much دا كان قاعدة استثنائية في الدرس بتاعي هو بس طالب مني how many we what and which أنا شرحت القاعدة كاملة أو الأدوات كاملة عشان نعرفها تمام كده تعالي نشوف في الدرس بتاعي جايب لي جمل وعادك تشوف أيهما يمشي معها how many وأيهما تاخد what وأيهما تاخد which days did خالد spend on his expiration days أيام هتبقى how many كام عالد الأيام اللي محتاجها أو اللي أضوها خالد في تكشافه تمام طيب temperature did he find in انتركاتيكا كيف كان الطقس الذي وجده خالد في عندما اكتشف انتركاتيكا يبقى what temperature كيف هالوقت الزرية الحرارة كاتعامنا ازاي طبعا temperature شيء غير عاقل بدلي يعرف ديت الاستفسار عن المعلومة وقلنا لما نستفسر عن المعلومة نستخدم what طيب animals ديت خالد see طبعا animals غير عاقل ما هي الحيوانات التي رأاها تمام وكمان تمشي which which animals ديت خالد see اي الحيوانات اللي وشافها خالد طب student طبعا السيدن وانا مغمد كده ما ببصش لبقى الجملة دي طلاب صح عاقل هاخد هو مانا من اللذي زهب من الطلاب الى الرحلة food what لانه غير عاقل تمام طب degrees was in Abu Dhabi when خالد left how many degrees تمام كم عدد الدرجات كانت في ابو Dhabi لما خالد غدرها تمام كده ياولاد عرفت استخدام ادوانت الاستفهام how many and what and which دا من بيجي بعدها النون نون نون بسو كده days دي نون اسم temperature اسم animals اسم اسم food اسم degrees اسم طيب حننتقل لليسو number four planning desert expiration اللي هو التخطيط لاستكشاف الصحراء وجايب لك خريطة ما بهنا عن صحراء الربع الخالي اللي هي الموجودة بتكون موجودة في شبه الجزيرة العربية كتير لو بحثنا على جوجل وشفنا المعلومات اللي احنا محتاجينها وبدأنا نعمل براجراف عن صحراء الربع الخالي من حيث المكان من حيث الطقس الوزر من حيث الحيوانات اللي بتعيش في هذه المنطقة طبعا نرسم لك بعض الحيوانات والحشرات تمام كالنوع من الروع المساعدة والنباتات اللي ممكن نزرحها في هذه الصحراء او نكون موجودة بالفعل في هذه الصحراء يعني مش هتكلف كتير على المغراب الأولاني الصحراء بصفة عامة بس هو هنا حدد لك مكان الصحراء تمام طبعا ده listening بيتكون من part 1 and part 2 and part 3 بتستمع إلى هذه الأصوات وبيبدأ الأستاذ يسألك عن هذه المعلومات وانت بتبدأ تجاوه طبعا احنا مش ما عندناش الأجول اللي سمعه لكم بعد شان كده بقول اجتهادا ان احنا نبحث ونبدأ نعمل البراغراف بتاعنا وانا هبحث معاكو وحنزل ليكو البراغراف اللي بيتكلم عن صحراء الربع الخالي تمام طيب نيجي لليسون نمبر 5 تحت عنوان how to present an exploration plane ازاي بتقوم بتقديم خطة خطة الاستشافية يعني انت رايح لكان معين وتتكلم عن هذه الخطة طبعا ما فرقش كتير للموضوع برضو listening listen to ابراهيم طبعا ابراهيم ابراهيم's presentation تقديم ابراهيم again and take the borders do you hear why do you the boys need to these things لماذا احتملوا الاولاد لهذه الأدوات طبعا دي الأدوات اللي تاخدها في أي رحلة استكشافية الكمباس اللي هي اقولوا معايا اللي هو البصلة ماب الخطة اللي مكتوب فيها الطريق طبعا food طعام light ملابس خفيفة ملابس خفيفة insect الزرس عندي أدوات الربط القاعدة التانية اللي هنقولها أدوات الربط عندي ثلاث أدوات ربط عندي while بمعنى بينما عندي until بمعنى حتى عندي as soon as بمجرد تمام الثلاث أدوات دولي حبيبي بيستخدموا للربط ما بين جملتين بمعنى أصحب ما بين حدثين تمام لكن كل كلمة من هذه الكلمات لها مواصفات معينة لو جينا على while إنت أنا بستخدم while بينما بيأتي للربط بين حدثين بيحصلوا في يعني امتداد لبعض يعني بيكونوا على امتداد بعض اللي هو إيه يعني تعالوا بصوا على الجملة القولة دي عايزة أقرأ لكم الجملة الأول بعدين أترجمها لكم عشان تفهموا The camera will record سوف تبدأ في التصوير إمتى while we are sleeping بينما نحن نائمون حدثين شغالين فين في نفس time يعني وإحنا نايمين الترجمة العربية وإحنا نايمين الكاميرا إيه حتكون بتصور ها يعني وإحنا نايمين الكاميرا حتكون بتصور سوف تكون الكاميرا إيه تكون بالتصوير تمام تعالوا كده نبصوا على بعض كده كلمة while بمعنى بينما بتربط لي بين two sentences تمام الجملة التانية هتكون في زمن The present continuous The present continuous اللي هو زمن المضارع المستمف اللي هو الشيء اللي بيحدث ولا زال يحدث حتى الآن إزاي تتشون تبصوا معا كده حبابي هو قالك The camera will كمام record آه الجملة الأولى في زمن The future حتى الجملة شفت أنا لو جاملك الاختياري مثلا في الجملة اختياري أو تكملة لو الجملة بتعت الأولى في زمن The future وأنا مغمد الجملة التانية تكون في زمن The present continuous زمن المضارع وهو عكسنا الجملة التانية كانت في زمن The present يبقى الأولى توقف The future دي قاعدة مفيهاش جدال تمام While We Are طبعا دي اختصار كلمة Are تمام Sleeping زمن المضارع المستمر كلمنا اللي هو Am Is Are Plot Ver By NG تمام كده طيب دي بالنسبة While طب لو جينا Until حتى برضو من الأدوات الرابط اللي بتربط لما بين حدثين تمام بي يحدثوا على امتداد بعض يعني يعني ايه يعني ايه يعني انا بعمل حاجة علشان اوصل لحاجة تانية تعالوا بصو كده الجملة دي We will move into desert سوف نتحرق داخل الصحراء until we come to where the sand cats leave احنا هنتحرق في الصحراء الى ان تأتي او الى ان نصل الى المكان اللي بتعيش فيه مين اللي هي قطة الصحراء تمام هنا انا ربطت حدثين الحدث الاول مترتب على الحدث عليه الحدث التاني احنا ليه بنمشي في الصحراء عشان احنا لدينا هدف عايزين نوصل للمكان اللي بيعيش في القطط اللي هي بسموها sand cats قطط الرمال تمام يبقى الادات التانية اللي هي بستخدمها عند الربط ما بين جملتين بيكونوا نتيجة لبعض او مرتبطين ببعض او معتمدين على بعض تمام السبب والنتيجة تمام السبب والنتيجة بصوا هنا الزمن بتاعي we will move في الفيوتشر until we come to where هنا في الفيوتشر هنا هيا حبيبي اللي حضرين معايا لبريزين سامبل مدارع البسيط تمام يبقى أنا عندي جملة هنا الأولى بتكون في الفيوتشر وهنا present سامبل حسنا حسنا ها وضحت طيب الأداء التالتة بمجرد 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 ظهور الكات ساند كات ستبدأ في العمل يعني عند ظهور الحدث بيبدأ حدث تاني ومجرد وصول الشيء حيحدث هذا الشيء خلاص الشيء لوصل تبدأ حاجة تانية تبدأ تمام يبقى as soon as أسان كان appears طبعا في زمن present سامبل the video future برضو هنا يبقى برضو as soon as تربط لي بجملتين الأولى في زمن present سامبل التانية في زمن future تمام كده يا أولاد طيب تعالوا شوف البوينت اللي بعد كده قالك حط لي معنى كل جملة هل هي بتعني while ولا until ولا as soon as تمام أول جملة بتقولك to show when one action stop عند توقف الفعل الأول and النظر بيكون التاني start بيبدأ الحدث التاني اللي هو as soon as تمام دي معنى كلمة as soon as طيب to show to show that two actions are happening together over the length طيب اللي هو على امتداد but أو سبب النتيجة اللي هي until تمام عندي to show that two actions happen at the same point دي اللي هي while أول جملة أسناء وإحنا نايمين الكاميرا هتبدأ في التسجيل حدثين إحنا نايمين والكاميرا بتسجل في نفس الطائل تمام كده تمامي حمايبين البوينتس اللي بعد كده بيديلك vocabulary اللي هو بعض الكلمات اللي ممكن تحتاجها لما تتكلم عن الرحلة بتاعتك للتدريب في الصف طبعا طالب من الطلاب ده طبعا نشاط صفي بيقاف يتكلم عن الرحلة بتاعته بيستخدم هذه الكلمات طبعا دخلك عندك طبع القعدة بتستخدمها طبعا الانسكترابلانت اللي هو مضاد الحشرات وآس ونآس وكمباس تمامي حبيبي طيب حنيجي لكمان نقطة مع بعض لما نتكلم آآ إمتى بستخدم ويل وإمتى بستخدم are going to من اللانجوش تب بتاعتي الاتنين بمعنى سوف نتكلم الاتنين في المستقبل تمام بس إمتى باخد we are going to وإمتى باخد we will take يعني تحديدا إمتى باخد will وإمتى واخد باخد are going to إمتى بستخدم الexception ده وإمتى بستخدم الكساب ريشان ده الاتنين ببعنى سوف تمام بستخدم will لما بتكلم عن خطة مستقبلية ولكن أنا مش محدد إمتى بزبطة هعملها تمام يعني في المستقبل in general في العموم لكن we are going to لما تبقى بتتكلم عن خطة مستقبلية بس محدد الزمان والمكان ومتأكد إن أنت الرحلة طالع الرحلة بتاعتك وبتتكلم من منطلق الثقة فاهم خلاص بحدد الزمان والمكان والوقت وكده بستخدم بساعتها we are going to هي نفس المعنى لكن الاستخدام بيختلف will in the future in general في العام مش محدد للا زمان ولا مكان لكن are going to خلاص يعني بس هتقول إيه next Friday ok we are going to trip to the desert in UAE أنت كده خلاص آية للجمعة الجاية حنعمل رحلة للصحراء في الإمارات يبقى أنت ساعتها تاخد are going to لأنك إت معلوماتك موسقة محدد ومتفق ومزبط لكن لو في العموم in general حتقول we will go to the desert in UAE هنبقى نقوم برحلة إلى الصحراء في الإمارات ولكن لن تحدد مكان ولا زمان يبقى أنت لسه بتكلم في العموم هذا فغير محدد تمام كده عرفنا الفرق ما بين are going to we will ها سهلة كده تمامي حبيبي fine كده النهاردة انتهت حصتنا خدنا lesson number 3 and lesson number 4 and lesson number 6 لو فيه أي استفسارات طبعا زي ما احنا متعودين مندخل على الخاص وبتسألوني وبجاوب على أسئلتكم كاملة إن شاء الله هنزل لكم النهاردة البنرقفات اللي أنا أدركوا عليها الحصة الماضية والحصة دي بإذن الرحمن أعملكو screen shot ونزلها لكم على جروب الوقت بإذن الله كده النهاردة خلصت الحصة يارب نكون إذن نوصل لكم ولا معلومة بسيطة وربنا نجعله في منزل حسنتنا وحسنتكم جميعا حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته